السلام عليكم سنبدأ ان شاء الله اليوم دروس الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي وسنبدأ بدرس الاعداد الكسرية الجودة سبق وان رأينا درس الاعداد الكسرية الجمع والطرح وقلنا باننا لا يمكننا نجمع عددين كسريين او نطرح عددين كسريين الا بتوحيد مقاميهما في حين الاعداد الكسرية الجودة سنطبق خاصية تقول بان جودة عددين كسريين يكون عدد كسري بسطه هو جودة البسطين ومقامه هو جودة المقامين ايه سنضرب ثلاثة في اثنان تساوي ستة وخمسة في سبعة تساوي خمسة وثلاثون دون ان نقوم بتوحيد المقام نفس الشيء مثال ثاني تسع على اربعة في ثلاثة على خمسة عشر فقط سنضرب تسع في ثلاثة تساوي سبعة وعشرون واربعة في خمسة عشر تساوي ستون هذا بالنسبة لدرب عدد كسري في عدد كسري اما بالنسبة لدرب عدد كسري في عدد صحيح طبيعي خمسة لدينا خمسة على تمانية في أربعة على واحد خمسة في أربعة تساوي عشرون تمانية في واحد تساوي تمانية ان العدد صحيح الطبيعي تكون على واحد ثم الآن لدينا عدد كسري في عدد عشا في عدد عشري هنا لا يمكننا ان نضرب عدد كسري في عدد عشري إلا بتحويل هذا العدد العشري إلى عدد كسري لاحظوا معي هنا عندنا رقمان بعد الفاصلة ولكي نتخلص من رقمان بعد الفاصلة سنضرب في مئة أي سيصبح العدد خمسة وعشرون على مئة ثم ذلك سنشتغل عادي إذن سنكتب واحد على سبعة في خمسة وعشرون على مئة أفوا ثم بعد ذلك سنضرب ماذا البسط في البسط واحد في خمسة وعشرون خمسة وعشرون وسبعة في مئة تساوي سبع مئة وهذا هو درس اليوم لكي نحسب عددين كسريين لابد فقط أن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام وأي استفسار يكون على الخاص شكرا لكم السلام عليكم بعد أن شرحت لكم درس الأعداد الكسرية جدا سنقوم بتمرين تطبيقي على بركة الله سنبدأ باحتبال المربع وحدة لقياس المساحات لدينا المربع وحدة لقياس المساحات وهذا المربع جزء إلى ثمانية عشر Murphy مستطيل إذن أحسب 세상م جزء وكي نحسب مساحة المستطيل أولا يجب عليه أن نحدد الطول ثم العرض نودح ذوم فالطولات أربع أربع من بين ست مستطيلات باعتظar باحتبار وحدة لقياس الأطوال إدن الطول ولكن أربعة على ستة والعرض واثنان من بين ثلاثة هنا ثلاثة اخذنا فقط اولونا فقط اثنان جيم اكتب مساحة المستطيل افجي على شكل شكل جداء عددين كسرين ايسا نكتب هنا طول اربعة على ستة وهنا العرض اثنان على ثلاثة ثم الآن سنحسب مساحة هذا المستطيل وكمان اعلم ان مساحة المستطيل هي الطول في العرض الكبيرة في الصغيرة والآن سنقوم بحساب هذين العددين الكسريين سنطبق الخاصية التي تقول ان جداء عددين كسريين يكون ايضا عدد كسري بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين ايسا نضرب اربعة في اثنان تساوي تمانية وستة في ثلاثة تساوي تمانية عشر اي مساحة هذا المستطيل هي تمانية من بين تمانية عشر مستطيل صغير اذا المساحة المستطيل هي تمانية على تمانية عشر وظنوا ان الدرسة واضح واي استفسار يكون على الخاص وشكرا لكم